اليوم خليفة سميته من حرائر بوركيبة إلى حريم بالجسم الموضوع متاع جريمة الاغتصاب المقنع بين الظفرين او جريمة التحيل اي بين الظفرين نحن نعرفوها التحيل اللي تمت واللي تعكس موضوع كبير وكبير جدا من ضمن الموضوعات المسكوط عنها في مجتمعنا واللي للأسف ما انتبه لها حتى واحد وتنويه هنا تنويه برافول الزميل خليل زروق من ايكيب الحقائق الاربعة اللي خدمتو وخدم اكيد خدمت دوره كمان بغي وهذا كدور الاعلام يعني نتحدث عن الجرائم عن الاغتصاب عن الخيانة الزوجية عن التحيل عن العنف عن البركاجات هي مظاهر لا يخلو منها مجتمع ولكن عندما نفكك الطبيعة والدواعي اللي قدت إلى مثل هكذا اه اه اوضاع ما نلقى الا التخلف والجهل اي 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 اذا هو اعليش خاطر ساعة تقول الجريمة والبركاج موجود في مجتمع تقالوا المسوغ يعني في اه اه الاجتماع اللي هو الفقر والبطالة والمزيرة وغيرها تلقى مثلا بعض الجرائم العنيفة في الاوساط المدرسية وغيرها تجد المسوغ المبرر المخدرات يعني والتسايب والانقطاع المدرسي تجد اه نوع من الجرائم الاخرى اه مثلا تحيل عن الناس في الحرقة وغيرها تفهم انه مسئلة الحلم والخروج اه اه البره اه طريقة من طرق الانقاذ بالنسبة للناس الان نحن امام جريمة نقول تقتضي فعلا مراجعة الى اه كل الخطط اللي مشات فيها الدولة في سنوات باعتبارنا كنا علامة في مستوى تحرر الذهنيات انا نقول اللي كان يركز عليها مؤسس الدولة التونسية الحديثة الحبيب بورقيبة واللي بالفعل كانت منارة من المرارات هو رفع الجهل والاستثمار في المعرفة وتحرير المرأة وهو التحرير هذا رو لا يقف عند حدود حقها في الشغل والخروج للعمل وغيرها ولكن التحرير الحقيقي هو تحرير الذهنيات رو احنا في تونس عدنا سنوات نشوفه في طب موازي بين الظفرين وتطبب هو في الحقيقة وجهل استطاع ان يوجد نفسه على نفس المقاسات امام المعرفة بلد كي تونس متقدم فيها الطب متقدم فيها الطب التوليد متقدم فيها طب النساء متقدم فيها يعني طب الامراض الجنسية متقدم فيها الطب النفسي والمعالجات النفسية متقدم فيها تقريب علم النفس وعلم الاجتماع في النظر الى المشكلات وانعكاساتها وغيرها لكن في نفس الوقت نشوفه بلايك موجودة ومكاتب وبين ظفرين دي ما نقوله عيادات للتطبب الروحاني والتطبب بطرائق غريبة عن العلم والحداثة والتنوير والثقافة وغيرها أدت إلى ما أدت اليوم لأنه الإعلام بسط معناها وجهته وأكشف عن هذه الحقائق لنفعش واحد يتحيل على النساء باعتباره أحدى الترائق عنده في إخراج الجن والشعوذة وحل مشكلة الإنجاب لا موجود طبعا مشعوذين هؤلما اللي يتحيلوا عن نساء اللي يختصوا نساء أو يواقعوا نساء وموجود الناس اللي هما أغبية اللي يحصلوا في هذه الأفكار هو مش جديد ولكن الظاهرة رأي عندها حضور قتلك يوازي وساعات يفوق وجود المعرفة والعلم يعني أحنا طوى تمشي في نهج ولا في حومة ولا في غيرها كما تلقى الناس اللي يهموا الناس بهذه الترائق الغير علمية وكما تلقى تبيب يحتمل تدخل في حي كبير تلقى تبيب ولا اثنين مختص في معناها الطب النسائي وتلقى أكثر من خمس ستة سبعة ثمانية بين ظفرين أحنا هم يسموهم عرفين أو غيرهم اللي هما يلتجوا لهم الناس لماذا الذهنية استطعت أن تستمر لأنه المعركة في الشعوب والتاريخ الإنسانية بين المعرفة والجهل بين الخرافة والعلم كنا نحكيوه في الأف خليفة وانت قلت لي حاجة ياسر سيحة قلت لي رون فمش فرق بين هذا وبين اللي يجي قلك عندك خزنة وعند الكنس نفسه ايه نفسه ايه تهد الدار وتبيع لي قدامك ولي وراك باش تمشي تغسر حياتك وفلوسك ولا فم لا خزنة ولا كنز ولا نعم نحن عاشنا واحد ساعات يقولولو من عينيها عنده وراه مالية ايه طبحت صغار قبل في التاريخ ايه قال شو عندك النقطة وعنده مالية ومش خرجوا به المالية وغيرها ناس كما قلت باعت اراضيها ناس تحفر قال شو عنده معناها جن يخرج مالية وكنز من الارض هذا عنده جن يجيب صغار يعني المشكل كيفاش استمرت الذهنية تخلف وبيع الوهم والتجارة بالاوهام في ذهنية الناس في مجتمعها الاصل فيه قطع اشوات كبيرة مع قتلك موضوع الخرافة يعني احنا تقريبا من الدول القليلة كما قلت لك في المنطقة انتعنا على كل حال الدول تشبهنا في العالم العربي لعدنا تقدم كبير في موضوع طب النساء يعني تقريبا كل الاختصات المتصلة بهذا الموضوع من التوليد من قضية الانجاب من قضية معناها المشاكل النفسية لتعترض الناس في علاقاتهم الزوجية والعلاقات الجنسية يعني من البلدان اللي بالحق عدنا كثير من المختصين والاطباء والعيادات والمستشفيات اللي توجبه مشكلات هذه الناس في الأطر العلمية يقول لك الطبيب غالي عليها ومبعد يمشي يعطي أربعمائة وخمسة ميت هذا هو الرسم مش قضية أموال هي قضية ذهنية الذهنية اللي مع شاشة متع التخلف متع الجهل متع البؤس الذهني متع غياب المعرفة وغياب العقلانية داخل المجتمع يصارع من أجل بناء غد أفضل قائم على التنوير وقائم على العقلانية لكن في نفس الوقت يعيش في كأنه سراع داخل المجتمع كأننا أمام مجتمعين تونس وتونستين كأننا أمام كما قلت لك مجتمعين نساء بورغيبة وكعلش أحنا معناها نمجد زعيم بورغيبة وابقى علامة ومنارة أنه حاول يقطع في هذا الاتجاه بصرف النظر عن السياسات الأخرى كل زعيم سياسي وكل قائد دولة وكل رئيس هناك اتفاق على جملة من سياساته وهناك اختلاف عن جملة سياساته هناك نجاحات وهناك غيرها ولكن الأصل فيه والنجاح الكبير هو القطع مع هذه الذهنيات اللي يتمكن من إجاد المدرسة اللي تدخل فيها المرأة البنت كما يدخل فيها الولد واللي يتمكن معناها كما قلت لك من تحرير هذه الذهنيات نحن نعيش ردة على كل المستويات